منذ شهر مارس الماضي من العام الحالي بدأت الشركة التشادية للأشغال الحديثة في الردم وإصلاح طريق لومياغ لندنج جنوب مدينة جمنة الذي يبلغ طوله 76 كم وللتعرف على مدى سير العمل بمشروع هذا الطريق وقف الأمين العام النائب لوزارة البنية التحتية وفك العزلة آدم بكر عبد الله والوفد المرافق له من فني الوزارة وقفوا على هذا المشروع ولاحظوا أن العمل فيه يسير بشكل جيد رغم بعض الصعوبات التي تواجه الشركة المنفذة وكذا جئنا في الطريق هذا الطريق الذي يجينا من جديد أما الآن كان المينستير قولا جشاف وحاول الشيكي ماشا أجابنا الصعوبات التي نقدم له العمل على صيانة هذا الطريق لسيما الأماكن التي تهدمت بشكل كلي يعد واحدا من اهتمامات السلطات العليا للبلاد الرامي إلى إصلاح ورصف الطرق الرئيسية لأجل تسهيل حركة تنقل الأشخاص والبضايع بين مدن البلاد المختلفة الوزير بأمر هذا الشيكي أعزنانا نجي نشوفه كيف الأعمال دي ماشا والحمد لله جينا سنزرنا الطريق دي الأعمال ماشا كويس وعنزرنا الأنتربيز الشركة خاصة قلنا لا الطريق دي مهم صيانة هذا الطريق الرئيسي الذي يربط العاصمة الجمنة ببعض الولايات الجنوبية للبلاد وبعض دول الجوار يعد أمرا في غاية الأهمية لحكومة الوحدة الوطنية ريث ما تتم ويعادة سفلتته من جديد في مطلعي أكتوبر المقبل من العام 2023 هذا وبعد أن تعرف الوفد الوزاري عن قرب على تقدم عمل الشركة في هذا المشروع عقد الأمين العام النائب لوزارة البنية التحتية وفك العزلة آدم بكر عبد الله اجتماعا مع الشركة المنافذة للمشروع وفني الوزارة لتدوين كل الصعوبات التي تواجه الشركة من أجل رفعها إلى الوزارة بغية إيجاد حلول لها لتكتمل صيانة هذا الطريق في الوقت المحدد اشتركوا في القناة